لا لن تكون المسألة سهلة وذلك لأن هذا الاتفاق كما تعلمين ليس اتفاقا ثنائيا بل هو اتفاق بين إيران وبين ستة الدول بين مجموعة خمسة زائد واحد وبالتالي فأنه صحيح أن الرئيس ترامب كان قد قال خلال الحملة الانتخابية بأن الولايات المتحدة وأنه هو قد يلغي هذا الاتفاق وقال أحيانا بأنه يريد إعادة التفاوض حول هذا الاتفاق مع إيران ولكن خلال جلسات التثبيت لوزير الخارجية المعين ريكس تيلرسون ولبعض المسؤولين الآخرين سمعنا أراء إلى حد ما مختلفة قليلا وهي تقول بأن هذا الاتفاق هو كما قلت ليس اتفاقا ثنائيا بين إيران والولايات المتحدة لكي تستطيع الولايات المتحدة أن تمزقه أو تلغيه وبالتالي فأن هذا القرار هو قرار بين إيران والمجموعة الدولية ولذلك فأن سمعة ومصداقية للولايات المتحدة هي على المحاك ولكن من ناحية ثانية هناك عدد من القوى السياسية في واشنطن وأعضاء الكونغرس بمن فيهم أعضاء جمهوريين يروا أن هذه التجربة هي اختبار لإدارة أوباما ترامب وهي اختبار أيضا للإدارة العلاقة بين إيران والمجموعة الدولية وهؤلاء خاصة في الكونغرس يعملون لسن قوانين جديدة تفرض عقوبات جديدة على إيران وخاصة تلك المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني وناشطات وفيلق القدس وبالتالي فأن هناك أكثر من مشروع هو موجود الآن في ساحة مجلس الشيوخ ومجلس النواب وبالتالي فأن هذه أيضا هي رسالة